لليوم الثالث على التوالي يستمر الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني في إنهاء إنشاء وتسكين مخيم الإيواء رقم اثنين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غسة وأوضح مصدر مطلع أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين ومستشفى ميداني داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة وذلك ضمن استجابة الهلال الأحمر المصري للأحداث في قطاع غزة حيث سيوفر المخيم كافة الاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للمقيمين